مساء خير شوانكم طلاب شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نبدي بأول محاضرة إلنا بالمنهج مع Dental Material اللي هي Physical Properties of Dental Materials الخواصف فيزيائية مع المواد قبل ما نبلش ناخد نظرة على الجدول مالتنا إذا تلاحظون أول محاضرتين اللي هي Physical Properties وال Mechanical Properties لأنها رح تكون نوعا مع محاضرات جافة لأن رح نحكي بها هواية فيزياء ما رح نحكي بالمواد نفسها أما بقي المحاضرات مثل Gipson Products اللي رح نجي نحكي على مواد معينة وين رح تفيدنا شلون رح نستعملها شلون رح نخبطها دني رح ناخذ التفاصيل من المواد بحيث أنه يكون بيها جانب عملي أكبر مو مثل دني محاضرتين اللي هي نوعا ما جافة بس تحملوها زين نجي أول شي هو شنو أصلا Dental Material وليش سووا قبل كانت كل شركة مثلا على سبيل المثال ناخذ اللي هي حشوة البلاتين المعدنية تخبط مجموعة من المعادن وتسميها أنه هي هاي حشوة والأموغم أكو شركات كانت طلع حشوات زينة وتطول أكو شركات لأ حشواتها تعبانة ورأسها تخرب فاجدتي وراها الامريكان دينتو اسوسيييشن اجدتي خلت معايير سبيسيفيك فيزيكو و كيميكو على أساس يقولون أنه هل هاي الحشوة هاي مضبوطة أموغم لو لا مو أي شركة تسوي أي خليط وتبيعها بتقول هي هاي الحشوة مالتنا فعلى أساس هاي المعايير يجوي قالوا أنه هاي الحشوة مضبوطة فهاي رح نوافق عليها أنه تنبع هاي لا هاي رد أنه تتعدل فيعني بين قوسين حطت معايير المواد الأسدانة بشكل عام على أساس هاي الشركات رح تشتغل أهم ثلاث معايير هي أنه انه تكون مواد non-toxic to the body non-irritant to the oral or other tissues will not produce allergic reactions and not be mutagenic or carcinogenic شنو الفرق ما بين التوكسيك والإيرتينت والألارجيك اللي هاي كلها شغلات تعبانة ولازم انه متسوي هالمادة توكسيك يعني يكون سام للجسم كله إيرتينت يعني انه يسوي مثل الإيرتيشن اللي هي يأذي للتشيو اللي يكون in contact with it يعني بس اللي ده يطخها مو الجسم كله يكون توكسيك إله واخير شي ما تسوي ألارجيك راكشن يعني ما تسوي لحساسية table of content اللي رح نأخذ بهاي المحاضرة هي ثلاث صفات رئيسية رح نشرحها واحدة واحدة ماكو داعي أقراركم إياها هسه رح نجي نفصلها واحدة واحدة دني الصفات رح نأخذها بشكل عام لأنه وراها بعدين رح نجي مادة مادة نفصلها إنه مثلا نقول هاي بيها cohesion هاي بيها توشيو راكشن هاي بيها دني شغلات رح تسوي هاي المادة فإحنا دني المصطلحات لازم نكون الفاهمية كل الزين بعدين قدنا مصطلح رقم 13 اللي هو كلش مهم هذا رح نأخذه ورح نستعمله بكل السنين الباقية مو بس بصف ثاني اللي هو البيو كومباتابلتي هذا رح نشرحها أخير شي والقول مالتنا من هاي المحاضرة هي مو أنه أنا أجي أقرخها وأحفظ شني يعني dimensional stability وأحفظ تعريف ما تاوي 3 سطور أو density لا أريد أفتهم دني شنية لما نقول لك مثلا مادة dimensional stability مالتها تعبانة شنو يعني زين شو رح يأثر علي لما نعرف أنه هاي المادة هل رح تغير هل رح تغير مثلا طريقة تعامل وياها هاي الشغلات هنلازم أفتهمها أول خاصية عدنا قلنا رح تكون color رح أعيد شوي أسرع رح تكون color اللي لازم تكون متوفرة رح أدي عدة شغلات بالمادة أنا مود أقول إنه هي هاي يعني aesthetically acceptable إنه الcolor مالتها زين وأقدر إنه أستعملها بمواقع أن يحتاج إنه يكون بها aesthetics عالية يعني مثلا در شوفون هاي السنون هنا هاي الحشوات هاي لازم تكون aesthetic مالتها الجمالية مالتها عالية أول خاصية بالنسبة لcolor قلنا not get stained مو مثل هاي الحشوات شون صبغت لا أنا أردتها تكون هيتش ثاني خاصية اللي هي look the same different light sources مثل ما قلنا إنه أنا لما نسويها مرات بالعيادة شوف إنه هي حلوة ولونها نفس لون الحشوات اللي بصفها أو نفس لون السنة الطبيعية اللي بصفها أهم شيئا لازم نقارن معي لسنون الطبيعية مثل هنا هنا عند أبعها إنه نفس الشي لما نخليها ب different light source مثل شنو مثل Sunlight ممكن أو Fluorescent Light مثل هنا لما نخليناها بالfluorescent light شفنا إنه بدأ شوية يفرق اللون مالتها فأني ما أقدر أستعمل دني المواد إذا ما أكون متأكد إنه هي نفس راح أبضل نفس شكل مالتها ونفس اللون مالتها under different light sources تمام ثالث خاصة بالنسبة لcolor هي الأستاتيك لنقلنا مثلا هسا هاي ليش سووه وردي سووه وردي لأنه عنا مود تكون نفس لون الجنجفة الدار مدايرها نفس لحم الخد ونفس لون اللثة ونفس الشي شفوها إنه منها شوية أطوخ منها شوية صارت أفتح هاي تدرج باللون كله ضمن الخاصية من هاي المادة اللي هاي يسموها polymer اللي رح ناخدها بعدين اللي هي مال denture مال طخم أخير خاصية بالنسبة لcolor هي السنة الطبيعية كون السنة الانمو مادة فتشوفون هاي من جوة شون شفاف هاي خاصية جمالية كلش مهمة فأنا ما أقدر مثلا نستعمل المكان اللي هي الحشوة البيضة وحشوة السيراميك هنا بهذا المكان إذا ما تكون هي ترانزلوسنت عن الموض تكون نفس شكل السنة الطبيعي قلنا هذا الجهاز اللي هو اسمه شايد قايد هذا رح أستعمله لما تكون أدي مثل هاي الحالة إنه دار يسوي فد جسر هنا دار يدي قط السنون ومن المختبر يجيني جسر وألبس شون رح أقول لأبو المختبر إنه سوي لي نفس هذا اللون حتى لو أطق لصورة وأدزل هي همين ممكن أنه يسوي اللون يختلف لأن تعتمد على الإضاءة مات لمن أن طق صورة فهو رح يسوي لون معين هم رح يختلف فسو هذا الجهاز طبعا أنا أجهزة أكو أكبر من هاي يعني مو مثل هاي تقريبا بيها 12 لون أكو لا أكو بيها 30 و40 لون فهنا نختار اللون اللي ناسب ونقعد نشيك هن واحد واحد يا هو أقرب واحد للسن هنا مثلا شفنا أنه 2M2 هذا الرقم هو أقرب واحد للسن إذن أوكي رح دزل بالمختبر إنه سوي هذا لازم تحفظون اسمه اسمه شيد قايد هذا الجهاز وهذا رح يكون صديق طبيب الأسنان دائما يستعمله وما كو أي آدم ما بيها شيد قايد الخاصية الثانية قلنا هي linear coefficient of thermal expansion and contraction لا يخوفكم الاسم هي فت شي كل بسيط الفكرة مات إنه المادة لمن تكون قبل لأ أحميها لمن تكون مباردة تكون الاتمز مالتها جزيئاتها تكون متراسة لمن أحميها رح تزيد الكاينتك انرجي بيها رح تكون تهتز أكثر فرح تكبر يكبر حاجمها تعريف مالتها هي إنه التغير بالطول لمن أزيد درجة حرارية سيليزية واحدة فهو change in length per unit length بالمaterial لمن أزيد درجة وحدة هاي قلنا أكثر شي وين رح نشوف هرا نشوف ها بسكك القطار لما تكون أكو سكة طويلة اللي هي تمتد على كيلومترات وبالصيف أشوف أنه السكة شو قامت تميل تنقوج ليش يتصار لأنه بسبب حرارة مع الشمس قامت تطول السكة فتنقوج فإحنا هاي لازم نحفظها كقائدة عامة المواد لما تصير حارة رح يكبر حجمها قلنا هاي شنو شنو فائدتها بالدنتستري أنا أساسا ليش دع أدرس هاي الفيزياء أول شي نحفظ المعادلة موالتها اللي هي فرق الطول على الطول الأصلي في فرق الطول هاي قلنا أنه بعض الأسات يحبون أنه يجيبوها بالامتحانات فإحنا الاحتياط أنا موضي أنه نطلع درجات لازم نحفظها عنده خدني كومنتات كل شوية ده صير كومنتات إذا أحد يريد يحتي خليه فتح المايك مو شكال بس هن شي لدي زون كومنت عفوين دكتور بس ممكن هاي المعادلة يعني إيش نستخدم أش نستخدمها هاي نستخدمها أنا مو نحسب التغير بالطول هاي فيزيا هاي ما رح نستعملها بالنسبة لأسنان بس أكو أسات إذا يحبوها أنه يقول لك مثلا هذا موضوع موجود ومكتوب بالمصدر احتمال حتى يحط النياب المحاضرة مالتنا فيقول مثلا اكتب لي المعادلة بالشسم بالامتحان فاحتمال يطلبوها من بس مداخلة أنا صال ربع ساعة خرج الميتنج ما عرف كل ما أدخل يخرج دي يطلع عندي error code 5 فما عرف شنو مشكلة من الناس لو من يعني ما عرف تمام بصراحة ما عرف error code 5 شنو فراح تشيك وإحنا بكل أحوال رح نرفع المحاضرة على اليوتيوب فإن شاء الله ما رح تتكرر ممكن نشوف فوال 10 دقائق باليوتيوب ونشوف شنو رجعت دخل عن طريق البرنامج ودخل على الكود هم نفس المشكلة أي مشكل هاي رح نرفع ها اليوتيوب ونحل المشكلة عن المحاضرات الجاية زين قلنا هاي لازم نحفظ هندني أرقام اللي هي المال انا مال دعش اللي هو قلنا أقل واحد تقريبا ما يتغير الحجم مات بالحرارة ما غول 14 كومفزت الارقام مو مهمة همشي تحفظون التسلسل إنه أنا مال أقل واحد بلعن غول كومفزت عمو غام عافو دكتور نعم بس هاي المعادلة ال 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 ناقص ال أورجين على ال أورجين بس في درجة الحرارة القبل وبعدين صار اي صحيح سوري يعني مطل هنا فوق الطل الأصل وبعدها درجة الحرارة زين شين الفائدة البنفاة المالتها يعني منعرف كل كل مادة المعامل تمدد خاص بها هو السراح جيها إنه كل مادة لها معامل تمدد عن مدان يعرف مثلا لما أشب الحر اللي هو درجة حرارة مثلا 60 اللي هو تفرق عن درجة حرارة قريبا 30 درجة إنه شقد هذا الأمو مثلا راح يتمدد لمنع زي التحرارة على 30 درجة فامتني يعني بالتمدد الأكثر صر الحشوة أضبط لا هس راح نجي نفصل هذا الموضوع مو شغل التمدد أكثر وأقل إذا أن دع حط هو السن و فأكيد أنا أريد رقم يكون قريب على 11 فكل ما أقل كل ما أضبط هس راح نشرح لا تستعجمي دكتور بس عادي تعيد هاليا طل عندي النات بس هي هاي مو هس أتأخر على الوقت فما راح أقدر أعيد راح 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 يعني غير محاضرات يكون عندنا وقت أكثر فعني عادي إنه نعيد هس بس راح تفيدنا معامل التمدد راح يفيدنا بعملية يسمى close matching يعني شنو ثلاث حالات هنذكر تلكم إياها كأمثلة أول حالة اللي هي لما ندأ حشوة تشوفون هذا السن هذا هنا بالنص composite اللي حشوة بيضة لما ندأ خلي composite ويا السن أريد إنه أختار مادة تكون نفس المعامل مع السن على الموض إنه لما يتمددون يتمددون سوى لما يتقلصون يتقلصون سوى لازم يكونون أدهم معامل تمدد كلش قريب واحد على الآخ زين شصار يعني هس مثلا هنا اختار نعم composite مو مضبوطة بي هاي الحالة شنو اللي صار عادي شوفون هاي الحواف اللي هنا شون جوزية ومتلونة قلنا إنه لما أنا أشرب شاي حار درجة حرارة خمسين بعد ما يبارد درجة حرارة خمسة هنا يصرف فرق بالحرارة هواية فلما تكون أنا مستعمل composite معامل التمدد ما يختلف خنقول أكثر الcomposite رح تتمدد أكثر لما نشرب شاي من السن الطبيعي فرح تسوي ضغط ورح تتقلص أكثر لما نشرب ماء فرح تنسحب من الجدران وهذا اللي صار هنا اللي صار تشوفون هاي المارجنز الشون هاي سموها بريكيج ما المارجنل سيل لأن لما يسوي حشوة لازم يكون مارجنل سيل يعني لازم تكون لازق الحشوة على المارجنز مضبوط بحيث أنه ما تخلي لا سلايفا لا بكترية تقعد بالمارجنز هاي هنا منطقة حرجة إذا طبت عدي بكترية هنا مثل ما يصير هنا إذا طبت عدي بكترية بهذا المكان وطبت عدي سلايفا رح يصير ركار انت كيريز اللي هو التسوس فبها الحالة لما ما بين السن والما مارجنال ليكيج يعني صار ليك بالمارجن مثل ما يصير هنا داس كيريز يعني الكيريز اللي تصير أدي بعض الإلاج يعني وشان كيريز شلت حشية السن مثل ما يشوف هم بالصورة رجعت الكيريز هاي سموها الكيرين كيريز وبالأخير هاي برسنس تي أكو مثالين بعض اللي هي لما سوي دني الجسور الجسور متكونة من مادتين اللي هي الحديد المعدن اللي هنا والبورسلين أو السيراميك اللي حيط نفس الشيء بالضبط لما أنا اختار دني مادتين معامل ما تمدد مالتها بعيد واحد على الأخ مثلا خنقول بورسلين أكثر من المعدن في الحالة بورسلين لما نشرب شاي رح يتمدد أكثر لما نشرب مي بارد رح يتقلص أكثر ويا مرور الزمن رح يقوم يتفطر بورسلين فما تقوم مادة ما تطول هذا لشيء إنه نختار مواد تكون كلش قريبة معامل التمدد واحد على الأخ عندما يتمددون يتمددون سوى نفس النسبة ولما يتقلصون هم بنفس النسبة تقريبا وأخير شيء بالضخم الارتفيشل توث والدنش هذا السن الاصطناعي والدنش هي هاي اللي قلنا متكونة من بوليمر فذن يهم النفس الشيء إذا ما سويت لها هيتش ما سويت ما اخترت السنون نفس معامل التمدد وهي الوردي الدنش رحصر لدي كريزين اللي هو رح تبدي تتفطر شوف من النات تبدي تتفطر جيد كمّلنا من معامل التمدد الثالثة اللي هي دامنش نل ستابلتي شن يعني قابلية المادة نتحافظ على الشكل مالتها والحجم مالتها ماني ماتيريولز تشين شيب ون دي ست أنا عدي هنا مرتين هي رح يعني حالتين أخاف من التغير بال دامنش مالتها طبعنا بالأسنان كل شي دامنش موزينة أنا ما أضوج منها أنا أريد الشغلة لما نسويها تظل ثابتة لأن هي كل شي بريسايس فلما يتغير دامنش مالتها رح يتغير دامنش مالتها هنا خربت لازم أعيد هاي أغلب المواد هي تصير بها فأكثر شي ون أشوف ها بالأمو غنفل ون تصير يعني هي بالبداية رح تكون مثلا عجينة فلما نصير بها ست لما تصلب تقريبا وراء يوم رح يتغير شكلها شوية ولما يتغير شكلها رح تصير أدي مشاكل نفس اللي قلناها اللي هي مشاكل مع مارجن هاي ممكن نه تطب هنا بكترية ممكن نه تطب هنا سلايفة فمين رح ستسوي لمشاكل وثاني مادة اللي هي تصير بها هي الألجين إمبريشن إمبريشن هو الطبعة كلكم أعتقد تعرفون الطبعة وهاي عليها أربع محاضرات الطبعات فرح نحكي بها هوايا الطبعة لما نعوفها هيتش بالهوى مثلا خنقول ساعة هتشوفون هنا شون بدت تتبس صارت بابة مفصولة من الحديد منها هاي هنا تغير شكلها هاي لازم أخذ سأذب ها وقعيد ها لأنها خربت هاي المادة الألجين هي مو دعم انشن الي ستيبل طبعا هنا مو دعم انشن الي ستيبل افتر ستين فهذا لازم أن يصب ها رأسا أنا مو ان أحافظ عليها مو وين تست وين تست رأتكون تمام مو مثل أم وقم بس بعد ستيبل ساعة أو أيام رأي بدي يتغير شكلها فهي خصائص تزماني أعرف على كل مادة على مو أساس أعرف شون أتعامل وياها يعني هنا لمن أعرف أن مو تعبان رأسا 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 أعرف شون لازم أتعامل وياها لازم رأسا نستفاد من أدها مو أو فان أكما أجل الشغل مادتها ساعة وأرجع ألقيها خرب عن رابع خاصية وياها الدنسيتي الدنسيتي كنا نعرفها كنا نعرفها الكثافة بالعامية مثل نسميها الثقل ما المادة بس هو طبعا تسميها غلط قبل نحكي الدنسيتي لازم نعرف شاء الله المي كنا نعرف الدنسيتي هو واحد الأكريليك اللي هي مواد رح ناخدها بعدين اللي هي مثل بوليمر بتكون 1.2 اللي هي كلش قريبة على المي جولد ألويس كلش دنس راح تكون اللي هي 14 14 مرة متقد المي كوبلت كروميوم هدا في دمعدن كلش مشهور هواي نستعمله بالأسنان خاصة بالطخومة رايكون همين ثقيل دنس شنو راح تفيدني أنا بسرعة عما بطب الأسنان لأنه الأورو كافتي صغيرة العضلات الدائرة مدائرها مو كلش قوية فأنا أحب أنها خلي مثلا حشوات أو مواد أي مواد أني استعملها تكون خفيفة على موض يعني الدنس ما الدنس ما قليلة على موض أنه لا تكون مزعجة لل بيشن بس هاي وبعد تبقى بكليتكم ممكن مثلا بكليتكم يخلو لكم بس اثنين بس ثلاثة ممكن كليتكم يكونوا نحسين مثلا أساتذ يخلو لكم خمسة ستة فأنتو التزموا بالحفظ ويا كليتكم بس بصورة عام مائية فضل أنه تحفظوها مو على مود الحفظ بس على مود أنه تتخيلوها على مود أنه تستوعبوها وبالكلية حتى ماكو شي ثابت يعني إذا أخذكم مثلا فلان دكتور اللي يكون هاي أول مرة يأخذ هاي المادة همين رح يغير بها رح يجيب مثلا يضيف اثنين ثلاثة أو يقلل شوية فشوفوا هو الدكتور ماكو يأخذ كم المادة هاي السنة شنو مطيكم التزموا بالأرقام حفظوا اللي اللي هو يطيكم مي زي المفورتنس قلنا دنستي بشنو راح تفيدنا وهل هي دائما أنا يريدها خفيفة لو دائما ثقيلة بصرعة عامة قلنا أن أنا يريدها خفيفة مثل شنو مثل بالأبر دنشار بالأبر دنشار أنا يحب أن أخلي مواد تكون دنستي مالتها قليلة لأنه راح يكون هو يعدوب مجلب هاي يسموه رتنشن أنه مجلب بالفوق هاي تشوفون هاي هنا هاي يسموه رج يعني الرج اللي ما بيه سنون كان يكون هنا سنون من شلعت كلها فسوينا لطخم بالطخم الفوق هو أساسا اللي جرافتي لتسوي لتريد أنه تجر لجوه فهو يعدوب مجلب أنا يجي هنا أخلي لمواد دنس فرح تجر أكثر لجوه هاي شي مو معقول فهين دائما أخلي شغلات خفيفة بال upper denture بينما lower denture بالعكس المولتن اللويز شن اللويز بصورة عامة يعني معادن يعني سبيكة ما المعادن فأخلي مولتن اللويز جوه على موض أنه ثقل لتسوي دنسيتي ما تعالية لأنه ستجر لجوه أنا موض أنه يثبت بمكانه ما يظل يتحرك اللسان إذا أكو شي ما وفهم تريدون أنها عيدة عادة يقولوني زين دكتور ممكن تعيد الخاصية الثانية والثاسية الثانية لا هاي صارت كل شي هواية لعد هاي نوفى على نهاية المحاضرة نعيدها لأنه يكون طلاب هواية ضيد الزولي إنه قدهم محاضرة الساعة بالأربعة وبالأربعة وربع فإذا أكو نقطة صغير ونعيدها ورح أكون موجود نعم مو المشكلة النت فصل بالخاصية الثانية وبعد ينرجع أوكي لعد إحنا نرفع اليوتيوب تفرجيها وإيشي مفتهمتي سيليني على جروب على موض إنه أدزلكم فويس على جروب شرحا شنو عفو دكتور هذا القالب شون يثبت باللسة جوا هذا يعني ألم كامل اللي هو البروستاتيك إنه تعال إنته شلون راح تثبت هذا هنا أكو قواعد هي يسموها مو المشكلة مو المشكلة يعني شلون راح تلزق شلون راح يظل ثابت بمكانة ما راح ينزق كل يعني بالأكل بالحركة بالكذا يظل ثابت حركة اللسان أكو هاي يعني هذا ملازم كامل إحنا خذناها إنه شون راح تخلي هذا يصير بير تنشن بحيث إنه يظل ثابت بمكانة أنا احتمال راح أفتح بعدين بروستاتيك كورسات همين فهي كل راح نشرح إن شاء الله بعدين وحتى إذا مفتحت فمو إشكال إذا تواجه فتصعوبة وفتشيل لما تقولون بروستاتيك دزولي وهني موجود تمام شكرا عفوا تكتور بالسؤال نعم شنو يعني ملتن اللويز اللويز يعني السبائك بس الملتن يعني شنو ملتن يعني دائبة ومسويها بشكل معين يعني مثلا هنا ذوبت الحديد اللويز وسويت مثلا بشكل U-Shape عالم أنه تكون جوا صحيح هنا الفكرة مالت أنه أدوبها وأصبها بشكل معين اللي أنا أريده تمام تمام خامس لنسى أحمد دكتور بس بعض بعض المصطلحات الإنجليزية يعني تقدر تطين رأسا اسمهم بالعربي على مود أقدر أكن أستغرق مدة حتى أعرق يعني شنو ما أقدر أربط حالو هني أساسا فهمين راح أذكر مع المصطلحات حسنا عفوا دكتور نعم دكتور إن فتح هذا كورس مع البروس بروستيك بعد ما مفاتحة على غلب راح أفتح بعد شهر تقريبا لأن هسا هم دي أم وهم أنا بروستيك لا دكتور نعم لأن إذا نفتح هو الدي أم راح يسهل علينا لأن الدي أم تقريبا والبروس شوية متشابهين صحيح هاد الشي راح نسولف به بعدين وإن شاء الله أرد لكم خبر إذا تحبون إنه مشكل نقدر إنه نفتح كورس بروستيك ممكن نسولف بالجروب تصويت نشوف يا رادي دكتور تعم هس خلنشرح الخامسة لأنه شوية تأخرنا الثيرمو كوندكتيفتي اللي هي التوصيل الحراري بسرعة عامة إحنا نعرف إنه الثيرمو كوندكتيفتي هي خصائص منه المعادن فرح نشوف أكثر شي بالحشوات المعدنية اللي هي يسموها الأمو هاي أهمين عليهم لازم هوا رح نأخذها بعدين الثيرمو كوندكتيفتي أهم شي تحفظون إنه الثيرمو كوندكتيفتي هي كمية الحرارة مو سرعة الحرارة لأنه بعدين رح نأخذ واحدة اللي هي سرعة الحرارة بالانتقال فهنا الامونت أو فيت إن كالوريز اللي رح تنتقل بمكعب ما رح أقرأ لكم التعريف هذا يمكن أنتو تقرؤوا بس رح أشرح لكم إياه كمية الحرارة اللي رح تنتقل بمكعب من المعدن اللي أضلاع كلها واحد سنتيمتر لمن ثانية وحدة لمن أرفع درجة حرارة واحد هي متروس عادة واحد فعني فتشي سمبو زين أنا هنا ليش لازم أدرس الثرمو كوندكتبتي مع المادة هذا السن كان بيتسوس هنا شلنا التسوس من عدة وهستدار ريد نحشي فهنا لازم أن يخلي مادة مع الحشوة إذا تلاحظون بباوك كلش قريب وباوك متروس نيرفز أو عيدة موية فعني إذا أجي أخلي رأسا فوقها أموغام اللي هي مادة معدنية الحشوة المعدنية ماتي أو حشوة بلاتينية معرف هؤلاء هات تسميات اللي راح يصير أنه معدن فلما نشرب شاي حار أنا هؤلاء أضرب أمثلة بالشاي بس إنه إحنا عراقيين هؤلاء نشرب شاي فما يخالف لما نشرب شاي حار اللي راح يصير أنه على مرور الزمن راح يموت البلد فأنا هنا لازم أعرف أنه أختار مواد مو ثرمو كوندكتب ما توصل حرارة مثلا أنه أستعمل كومبوزيت حشوة البيضة وإذا ردت أستعمل أموغام فلازم أخلي في مادة يسموها بيز متييريو اللي هي فرضا هنا دايكو جبت لكم مثال هذا همين راح نأخذه بعدين هذا لماذا قلت لكم أول موات صعبة أول محاضرات لأنه أمثلة أغلبها يعني ما تعرفوها الدايكو هذا شنو البارع عن أصارتين نخبض هنا ونخلي هنا داشت شفون هذا الأسود الدايكو هو عازل حراري فعلى مود لما أخلي أموغام فوق ما توصل الحرارة لبل لأنه دائما أريد أحتفظ بالقل بيكون هو ما يوصل لا حرارة لا حموظة يعني دائما أريد أحافظ عليه زين هس إحنا قلنا أنه مريد الشغلات توصل حرارة دائما أنا أغلب المواقف ما أحب أنه استعمل معادن لأنه توصل حرارة زين لعد هنا هذا ضخم ليش عملنا بهذا معادن من يقدر يجعبني فكروا بيها عاد ديكتور على موضي نوصل للحرارة أو مثلا نتفاد عن الحرارة القوية حلو شون يعني نشرب حرارة ديكتور ديكتور لأنه أصلا ما كو يعني بان هو السلم ممتوب نميز مثلا بالإنسان طبيعي نقدر نقدر نشرب أو نتفاد الحرارة الزادة بلي حلو أوكي صحيح ديكتور عمودي حضر على الشكل لا هو كل شي صحيح مع هذا الشكل لأنه هذا الشكل كلش قبيح كلش الستكني لا تقنية فبس الفوائد بقية هي كلها صحيحة اللي أنتم قلتوها وحتى بكومنتاتهم من دي قلوها أحمد قال إنه عمودي يكون إحساس مثل الواقعي صحيح فأكثر شي عن المتسببين مثل ما قال أحمد إحساس واقعي يكون أنا مود إنه لما أكل لما أشرب أعرف إنه هاي الدرجة من حرارة لأنه يحس إنه أقرب شي للنشرال يريد فهذا لما نحط لما أحط معدن هنا لما يشرب شي بارد يشرب شي حار هو يريد إنه يحس بالبرودة والحرارة مالتها وثاني سبب أنا أمود لما أشرب شغلات حارة إذا أكون هنا عجينة أنا أحط هنا كلها اللي هي هاي وردية اللي هي نوعا ما تأزل الحرارة يوقف بعد ما يشرب أو ما يبلعي بقيه بحلقة أو يتفلى بره همشي إنه ليحرق البلعوم مات فصحيح مثل ما قلت الشكل مو شكل المظهر الخارجي ونما السند إله للأسلام تكون سند على المتلقى لبي قعد عدد أكيد صحيح لأنه هي كنا نعرف إنه المعادن تكون أكثر قوة دينشار نوستيك يعني متجرج من الجمالية شنو الطريقة الثانية حتى يكون هم ملائم للإحساس وهم جمالية هاذا هم من بروستيك أكو هاي ديزاينات يعني ممكن أنا يسوي مثلا U-shape أكو هاي أفوها فرغة بس يصر هو كل U-shape يسم هورسشو ممكن نو أسوي شوية خفيفة من هاي المنطقة فهذا هم من كل يعمل بروستيك يعني أكو حل بديل إليها بغير مو أكيد زين فهاي ثيرمال كوندكتيبتي is not always bad أنا مو دائما ماريدة مثل ما قلنا إنه أكو شغلات مادة معينة أني أعتبرها زينة بغير مادة أعتبرها مو زينة أو كوندشن معين أني أعتبرها زين غير كوندشن مو زين فهي هاي الديعم وهذا غرض من أول محاضرة هس أدنا الثيرمال ديفيوسيفتي اللي هي توزيع الحرارة هنا قلنا هاي السبيد هاي دائما تجي MCQ وات خربطون بها الطلاب إنه سرعة انتقال الحرارة ويا هي الكمية ما الحرارة قدت النقل فهي يعني كل ش ركزوا عليها والديفيوسيفتي همين تنحسب معادلة موجودة راح أقول لكم راح كتبتها بالPDF كدروا إنه تحسبوها همين كلها مت تجي بس يعني انتم مرفونا كودا كاترا يحبون شوية ذني يسوالف اللي هما الطلاب ميركزون عليه يجيبوها فتول الاحتياط هم مقروها على موضي إنه كل يجي بت راح هتكونون ضبطين موضي دكتور عاكم نعم بت ممكن تعيد هاي من آخر شي من السرعة والكمية بشكل سريع تمام قلنا إنه نرجع على الثيرمو كوندكتبتي إذا تلاحظ هنا هي شنية الثيرمو كوندكتبتي تتقيس لك كمية الحرارة اللي تت النقل بينما الثيرمو ديفيوسيفتي اللي هي هاية دا تقيس لك السرعة ما الانتقال الحرارة فهاية لا تخربط بيها واني هاد الpowerpoint هم راح دزلكم بشكل pdf عن موضي انه تقرو ونفس هاي الالوان عن موضي انه تركز عليها هس لدي صفتين حلوات cohesion و adhesion cohesion هي شنية هي bonding ما similar material when they are brought into contact with each other يعني الاتصال ما بين نفس المادة جزيئات المادة نفسها شون هس نشوف هنا مي و مي لي تصلون ثانات هاي سموها cohesion adhesion هاي قبل لها هاي عنا ما تارفو قبل لها رح ل مادة هي الاتصال مع جزيئات مع المادتين مختلفة وان شاء لأ جبكم هذا الرسم لكيوت لان تعبت عن ما لقيت adhesion مثل ما قلنا هي bonding مال dissimilar materials dissimilar يعني not similar فيعني هاي مواد مختلفة brought into contact with each other وما تكون chemical أو mechanical bonding اتصال كيميائي او اتصال ميكانيكي مثل هنا تشوفون هاي جزيئات مي وهاي جزيئات مي بين ات cohesion لان هما نفس الجزيئات مي نفس المادة بينما لما نمرتبطين هنا بهذا الفايبر لا صارت adhesion هاي هم من الدكات يحبون النار خربطون الطلاب بيها هس أدنا خاصية ثامنة اللي هي tissue reaction some restorative materials are damaging to the living tissue يعني اكو ادي مواد من الحشوات تكون هي damaging هي رح تسبب اذى ممكن بسبب الحامضية مالتها مثل هنا نذكر لكم zinc phosphate هاي مادة كلش مشهورة نحن اخذها بعدين لان هي حامضية فلما انا اسوي cavity ما تيج deep وقريبة على البالب هاي مواد لازم ما استعملها لان لما نصير قريب على البالب رح تشوفون ان الفتحات ذني هاي رهم رح ناخد هاي السنة اللي هيتوصل لبالب هاي رح تكون شبيرة فأنا ما اجي احط مادة حامضية قريبة على البالب نفس الفكرة لما قلت لكم ان ما اجي خلي حشو معدنية قريبة على البالب لان البالب لازم احميه من كل شي فهي تشو رأكشن انشاء الله لخ من أكو دنتو ماتيري سوي الارجي رأكشن الارجي رأكشن يعني حساسية يعني اذا شوفون هنا مثلا شلون اكو علامات من انفلميشن عبالك انه هنا صير مثل التهاب هاي الحمار هنا حمار زايد اللي المفروض انه تكون لونها طبيعي هو وردي بس هنا كل حمرة نفس الشي هنا هذا البياض همين هذا يعتبر الارجي يعني الجسم يشوف انه اكو مادة غريبة تتأذي فديسوي هاي الارجي رأكشن فلازم استعمل مواد ما تسوي الارجي رأكشن تاسع عن السوليوبيلتي نعم هال الارجي رأكشن يعني بأي بأي انت استامين نعجلها انت استامين نعم نعم كمعالجة اي هو ممكن بس يعني اذا انا مثلا هسا هذا ما عنده ولا سن فنوع الالاج اللي اطيت هي شنو الجهاز طيته على اغلب دنشر اللي هو طخم زين اطي هذا الطخم وراح يضل يستعمله مثلا 3-4 ويوميا قل ابلع حبابي ما المضاد تات حساسية مو معقول هذا خب ومكان هذا انه رأسا من البداية استعمله مواد ما راح تسوي عدى الحساسية على الموض انهم يبلعب هاي حبابي مع المضاد حساسية مو صحيح نعم مو صحيح نعم 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 اكو اكو فد عناصر معين يستخدم بس س يعني فو كل العناصر مثلا الفهب او اي نوع الصوت ما تتش كلش ناصي مدى اسمع اقول حضرتك يعني اقدر استخدم نوع معين من العناصر هاي رح ناخذها بعدين انه اكو كل مادة وينها استعمال معين اكو مواد لما نسوي مثلا هنا رح تسوي الالرجي رسبونس لما نستعمل ها بغير اماكن بالحالق ما تسوي الالرجي رسبونس فان لازم اعرف خصائص مال كل مادة انه وين رح تسوي الالرجي رسبونس عن مود ما خلي هنا خلي بس بلا ما كان تكون سيف لتستعجل وما قلت لكم هاي اول محاضرتين رح تكون عامة جدا بعدين رح نجي نفصل ها انا بس اريدكم تعرفون انه شنو يعني تشو راكشن لمن بعدين بالمحاضرات الجاية ويقول لك انه هاي سوى تشو راكشن تقول اي ممكن انه مفتان دامجين افكت او الارجي او هاي لمن رح نجي عليها بعدين لمن رح نحكي بالمواد الاخرى فيعني لدق يقوم بالتفاصيل هنا بس بك زي بس اول زين هوا هالالتهاوات يجي من الطخم يعني اللي حطوه من اي مادة هاي هنا جبت لكم مثال هو ضخم بس ممكن حش ممكن ماذا هل هم غير صناعة الأسنان لو احنا اللي نشتغل هالالني ونفرق بين المواد صناعة الأسنان بالمختبرات بس هل بس طب أسنان هم يشتغلون ببيضهم اه حسنا شكرا بك اهلا زين الاستويبالي هنا هي هاي ذوبانية رستوراتف ماتيريولز should not dissolve in the mouth يعني ماريد من الرستوراتف من أقول رستوراتف ماتيريولز يعني المواد التعويضية يعني عند أعوض مثلا كان أكو تسوس شلت التسوس هسه داري دعوض السن أرجع مثل شكله فيستعملوها أكثر شيء يعني للموادة مع الحشوات يعني مثلا كومبزيت والأموغام حشوات ذني هاي كله يسموه رستوراتف ماتيريولز فبس عمود المستقبل should not dissolve بالماث أكثر شيء يعني ليش ماريدها إنه الذوب أكثر حالة تكون مؤدية كلش إنه الذوب المادة بيها هي دني هذا السن قطيته سويته بهذا الشكل لأن كان بيتسوس هوايه وجبت لكراون من المختبر أخيت لإمبرشن وهذا كراون اللي دشوفوهنا هذا مو المينة ما السن لا هاي تلبيسه ولبسته هاي هنا الطبقة البيضة اللي بيناتن هاي هنا حطيت لوتينج ماتيريول اللي هي مثل صمغ على مود أنه أصمغ الكراون هنا إذا قاني استعملك لوتينج ماتيريول ده الذوب الذوب هواية اللي راح يصير راح تذوب منا من الحواف هنا راح نرجع عن نفس المشكلة لما نقلنا أنه مارجنز مالتها الحواف مالتها صار بيها مشكلة هنا راح تطب سلايفا راح تطب بكتيريا وهنا رأسا راح تطب على الدنتين مباشرة فرح تسوي لي ركارنت كيريز ومشاكل وسنسيتيفتي فهنا أنا لازم استعمل مواد ما الذوب بالأورو كابتي يعني ما الذوب هالسلايفا وخاصة إنه إذا ذابت it should not release toxic substances مو إنه إذا ذابت خلاص صحي ذابت راح تسوي لي toxic substances بحث إنه تسمي من بيشنت لا هنا تده تنتقم من بيشنت ماذا تعالجه زين water absorption اللي هي أكس ديشة اللي هاي ما الامتصاص ما المي شنو التعريف مالتها التعريف ما تهمي المهم هو يجي حفظوه to represent the amount of water absorbed on the surface and absorbed into the body of the material يعني إججد دي تمتص المادة مي من السيرفيس مالتها وإججد دي تخزي الماي دي تمتص بالجوة بالبادي مع الماتيري فمن السيرفيس ومن البادي همين زين هاي كلش مهمة والإمبورتنس مالتها بشغلتين بالذات أكو مواد تمتص المي لفترة معينة بعدين توقف بعدها هي ما تمتص مي مثل هذا الطخم هذا اللي هو acrylic resine denture base هذا acrylic هي المادة الوردية هاي يسموها acrylic The acrylic resine denture base لديه تندنسي for water absorption for one day and then stops يعني تمتص مي لمدة يوم واحد تقريباً بعدين توقف فأنا ما أعدي مشكلة ويهاي أحفظها بالمي هي راح تمتص مي وخلاصها هي تعقف من واحدها فما راح تسوي لي مشاكل اللي راح تسوي لي مشاكل يمنية هي الهايدروكولويد اللي هي ذني الالجينيت مثلاً اللي هي مواد مالimpression هاي لما أحفظها بمي راح تضل تمتص المي بحث إنو تكبر ويتشوه شكلها بحث إنو تشوفوها كلش بعدين تشوفوه إنو نفخت فهاي الهمية راح تبها بالزبل لأنو صار شنو اختلت الdimensional stability مالتها ال dimensions قياسات مالتها اختلفت فبعد ما راح تفيدني زين إذا تذكرون قبل شوية نفسها هاي لما نقلنا إنو إذا أعفها برا بالهواء راح تنشف بسبب الdimensional stability فرح يتغير زين وحسا بنقول إنو إذا نحطها بالمي راح تضل تسوي ووتر زوبشن راح تمتص ميه هاي إلى حد ما تنفخ كلش وتتغربطها مين الdimensional stability لعت هاي وين راح أضمها أصبها مباشرة صحيح هذا هاي أحسن حال إنو واحد بس أخدها يصبها مباشرة ما يأوفها خمس دقائق عشر دقائق و أصبها زين إذا ما تقدر ننصبها مباشرة ما تفعله لا تقدر تخليها بمي ولا تقدر تخليها بالهواء ممكن أخلي أخليها بكيس كيس مفرغ من الهواء يعني مثلا أو شون خاص ممكن هذا التحل همين هواي يستعملوا كلش ممتاز إنو تخليه بكيس ألمود إنو تحافظ على الرطوبة مالتها باعت إنو لا تفقد هواي ولا تكتسب هواي نعم بس إنو رح ناخده بالمناهج حفظها بمكان بارد أهمين حلوة إنو ممكن تحفظها بمكان بارد على مدى إنو يقلل فقدان مالما يمات بس همين طبعا على مدى الوقت كلهن دني همين رح يصير قد تيان ديمينشنال ستابلتي رح تكون أقل يعني همين رح يتخربط الديمينشنز مالتها ماكو فتحال بيرفكت الحل بيرفكت الحل بيرفكت الحل بيرفكت هو نعم يعني هاي صور انكيماش بالضبط يعني هاي صور انكيماش ولا تنفخ بسبب المي الحل اللي رح ناخده بالمناهج هو إنو تلفوها بوات تاول تجيب فاد وصله وفاد كلينكساية رطبه وتلفها بيه بحيث إنو هاي التاول هي ما تكون بيها هواية مي بحيث إنو تنقط مي عليه ويمتصه ولا تكون ناشفه بحيث إنو تمتص الرطوبة اللي بداخله هاي دائما يجيبوها عمين بالمسي كيوات إنو انت شون رح تحافظ على ألجينيت إمبرشن هاي دائما تلقوها بالكتب وبالمناهج إنو يقول لكم سوها بوات تاول بس إذا سألت شنو أحسن شيء أحسن شيء هو أكيد مثل ما قالت إنو تصوبها رأسا لأن هاي تراح تضمن إنو ما رح تختلف الشكل معالتها داعش اللي هي الإلكترقو ما بقاننا شيء نكمل دكتور بلزح ما يعني ما افتهمت إنو هاي أصلا شنو فائدتها مثلا ليش لحتى عفها بالهواء أو ليش لحتى خليها بالماء يعني هاي رح ناخذها بعدين اللي هي دني إمبرشن ماتيريولز يعني هاي مثل عجينة خليتها بهذا القالب بعدين ندخلها بحلقة بايشنت على المودة أخذ الطبعة ماتة يعني هاي الشيء كلي سنون من بايشنت أوكي أي بعدين رح أجي أصبها بمادة اللي هي مثل جبس على المودة إنو لما نفتحها كل رح ناخذها بعدين هاي الكتر ثلاثة واربعة وخمسة فلا تستعجلون رح ناخذها بالتفاصيل بس إنو بصورة عامة أريد إنو ها فهمكم شنو يعني ووتر زوربشن وشون أن يتعامل وي هاي مشاكل أوكي دكتور فجة من الأحظة صغيرة هي الهايدرو كولايد هي هاي المادة هاي المادة يعني ما تكون بها فائدة لأن تنكمش بالتبريد وتقلص بالتسخين يعني يصير بها إمبرشن هواء يعني أصلا ما استعملها أقدر رح للأكرة لكوبا لا هاي طعا أربع الكترات رح نحتي عليها اللي هي إمبرشن ماتيريولز أنا لما ندريد أخذ إمبرشن شنو المواد اللي استعملها طبعة اي طبعة بالضبط إمبرشن هي طبعة اللي هي نفسهاي اللي هي عجينة أخليها بالقالب ودخليها بحلقة بايشنت يعني أمود إنها هصل طبعة ما لسنونة هاي رح نستقرر رح ناخذ كل شو هاي مواد يعني هي بس كارت إنو بداي مش نسافة نعم شرط إنو بداي مش نسافة بما إنو لديك الله الأكريلك أبد ما يعني ما يتغير الأكريلك هي مو أصلا هي مو مادة أقدر إنه هاي يعني همين بعدين رح ناخذها أنا مارد أدخل للديتيلز بس بصورة عامة الأكريلك لما هي عجينة لما إذا خليها هنا رح تحرر مواد سامة اللي سموها مونيمرز إذا يعني خليتها بشكل عجينة ودخلتها بحلقة بايشنت رح تحرر مواد سامة اللي هاي رح أسوي لي إريتيشن فأني أكريلك وهو بعده مو مو سات يعني مو متصلب يعني أبدا ما دخلها بحلقة بايشنت ولا أجيب أيمة أساسا ريح تكون كلش قوية هذا أكريلك بس استعمله بالمختبر لما أسوي بالشكل اللي أريده وبعدين أخلي يتصلب وهذا وبعدين يلا ألبسه بحلقة بايشنت آه يعني هم لها دس ادفانتج أي طبعا دس ادفانتج وداكا ميجر دس ادفانتج خاف هذا يعني إنه هام ورح يتغير شكله ورا ساعة ذاك لا رح يجوز كتلة البايشنت فأكيد ما رح استعمله طبعا 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 ودني الشغلات مثل ما قلت لكم رح ناخدها بالتفاصيل بالمحاضرات الجاية زي الالكتريكول بروبرتيز الالكتريكول بروبرتيز نوان ما تشبه ثيرمال كوندكتيفتي الالكتريكول يعني خواصة كهربائية اللي همي نعرفها الاملقام اللي هي الحشوة المعدنية أي شي معدن رح يوصل كهرباء مثل الاملقام قلنا فهي أساسا تعريفها الابلتيوف ماتيريولز تكوندكت الالكتريكو كورينت يعني القابلية إنو رح توصل كهرباء أكثر شي وين رح أشوفها رح أشوفها لما أنا إذا استعمل مادة معدنية بجهة من الحلق وغير مادة معدنية بجهة اللخ مثل هنا هذا ألمنيوم اللي هو تامبرال كراون يعني كراون مؤقت وهنا هذا ذهب لما نستعمل هندني مختلفات رح تكونكو فرق فولتية بيناتين مما رح يؤدي إلى أنه الأيونات والإلكترونات رح تنتقل من واحد للأخ فراح يكون كأنه واحد تقريبا أقل طبعا بس كأنه واحد عض بطارية إنو إذا تنقل الأيونات الإلكترونات من مكان للأخ فراح يكونكو فديتشي شعور كارباء على معادن البيشنت يحسه فتشعور كلش مزعج هاي الخاصية اسمها غلفانيزم غلفانيزم كلش مهمة ودائما تجي بالامتحانات وأشوفها أكثر شي لما نكون أدي سن أبر ويا سن لاور مو مثل قبل شوية لما روايتكم يمنوا ويسرق بالأبر واللاور لما واحد ده يأكل رح يطبق وحتى إذا هو مثلا خي نقول ده يحتي أكو دائما سلايفة هنا هاي اللي هي اللعاب اللي همن هي راح تكون دتوصل الإلكترونز ودتوصل الإيونز بين السنون دني فهاي الخاصية الإلكترونز وإيونز اللي هي راح تنتقل من واحد للاخ هاي العملية اسمها غلفانيزم يعني عملية الانتقال مع الإلكترونات والفري آيونز من معدن إلى معدن آخر بداخل أورال كابتي اسميها غلفانيزم بس إذا قلت لك هي الخاصية مثلا ما الذهب ما اللي خينقول مثلا ما الامنيوم اللي هذا تنبراري الامنيوم اللي هذا الامنيوم اللي يعني مؤقت و الامنيوم اللي يعني سبيكته الامنيوم و كران يعني هو هذا اللي ده تشوفو تصير على شكل كران فإذا قلت لك مثلا اللي كران شنو يصير بي دول اللي يصير بي دول اللي يصير بي كاروجين البروبرتي of the material is called كاروجين زي عملية اللي ده تصير ما بين دني الاثنين يسموها كاروجين هاي اللي تخربطوا بيناتها وابح؟ الكاروجين دكتور بدو نزح من كاروجين مهو التسوس يعني كاروجين متسوس تسوس كاروجين الكاروجين يعني صدق كأنه يعني يصدق مثل إنه يزنجر هاي الخاصية وابحا؟ دكتور ممكن تعيده؟ بين معدن للآخر فهناك بيشنت راح يحس بفد طعم ميشي بمال حديد كهرباء خفيفة بحيث انه فد شعور كلش مزعج هاي العملية انه انتقال الالكترونات والفري آيونز من معدن الى معدن آخر بداخل الحلق يسموها واذا قلت لكم شنية الصفة مال معدن يعني مثلا مو اقول لكم عملية اقول لكم مثلا انا اذا خليت الامنيوم بداخل اورو كابتي شنو راح يصير بي تقولوا لي انه راح يصير بي كاروجين يعني راح يصدق مثلا راح يزنجر فاهمين واضحة فكرة عفو دكتور هاي بمرور الوقت هم تسوي تسمم هي مرح تكون كافية انه تسوي تسمم لانه هاي عملية راح تكون يعني منمو بس اللي راح تسوي بمرور الوقت انه شوف مثلا الامنيوم يصير بي فد عملية شي اسمه يعني انه مثل يتزرف لانه ده يفقد عيوانات ماتة فيتزرف ولما يتزرف يبدي انه يتلون لانه يتطبص بغاتب هاي الزروف فهي يعني فد شي بسرعة ما هي انهايجينيك يعني يعني ما فضله لانه راح تقدي لها مشاكل راح تقوم انه يتجمع الوسخ على كراون فعني هي فد شي اكيد يعتبر بس لا ما ما راح تكون كافية انه سوي تسمم دكتور اكو طريقة ثانية غير هاي الطريقة يعني اي طبعا ممكن انه مثلا اذا واحد عده ذهب خلنقوله هنا قديمة مسويها قبل 30 سنة مسوي كراون ذهب لما نستخلي فد شي فوقا ما خلي ألمنيوم ما خلي معدن اصلا ممكن استعمل مثلا زركون خلي كراون ما زركون على مود انه تجنب انه تصير اكو معدنين بالأورال كافتي وده تنقل بيناتهم وتصير قلبانزم اهو واضح الفكرة يعني هاي الحالة نعم اي 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 اسل يعني ليش نستعمل الحشو المعدنية فقط انه عمرها طويل يعني هاي رح ناخذ صفات عدنا ملزم تنكرم يعني الادبانتج مالتها انه عمرها طويل هاي واحدة من الادبانتجز مالتها اذا سويتها صحيح فاي رح يكون عمرها طويل غير انه يعني تقاوم بصورة عامة قوية ما تنكسر فعني هي بيها هاي ادبانتجز وبنفس وقت الحشو البيضة هم بيها هاي ادبانتجز كل واحدة بيها ادبانتج وبيها ادبانتجز هاي همين رح ناخذها بس هاي بالاخير تقريبا دكتور دكتور الحشو المعدنية اصلا يعني مو شنو دكتور يعني الحشو المعدنية اصلا يعني هي مضرة يعني استعمالها يعني اذا استعملها مضرة للباشنط ليش لو خوب استعمل غير شي هاي رح نسولف بيها بعدين الى تسمم ناس تقول لا مثلا هاي كمية همين ممكن تعتبر هواية فاني ما رح استعملها فهو هذا موضوع كل الشائك وشبير ورح ندخل بيه بالمحاضرات فهسا خلي ما ندخل بيه هسا ما ما رد انه ندخل بالتيتيجز هسا تمام دكتور شكرا اهلا زي دكتور سؤال نعم جواب يعني هو الاوضل هسا استعمل نفس نوع الحشوة بالفم او اذا كان عندي حشوة معدن استعمل نفس النوع معدني يعني ما نوع بالضبط بالضبط اتجنب انه يكون عدي نوعين معدن بالحلق يعني ما نفس المعدن والافضل بعد اصلا مو نفس يعني نستعمل مواد مو معدنية مثل قلنا زركون او حشوات كومبوزيت اللي هي حشوة بيضة اللي هي ما بيها معادن المهم انه ما يكون قدي معدنين بالحلق يعني نوعين معدن بداخل الحلق زين هس الخاصية 12 قبل الاخيرة ها تقريبا نكملنا اللي هي surface discoloration تارنش تارنش شن يعني يعني التلوون فهي surface discoloration يعني السيرفس يتغير اللون ماتة او يفقد اللاستر ماتة يعني اللامعة ماتة طبعا لما نقول finish finish مصطلح عام بالأسنان هو يستعملو حتى المتخرجين اللي هو يعني بالاخير لما نساوي كملنا حشوة كل شيء تعمل نساوي لها finishing يعني شنو يعني راح نساوي لها smoothening راح نرجعها تكون كلش نظيفة كلش smooth وبيها لامعة قوية هاي يسموها finish ما surface او finish ما الحشوة فهو finish ما الحشوة راح يتخربط بالتارنش والسرفيس اللي هيصر بي discoloration فهيها لما نقول لك فتحشوة صارت بيها تارنش this is what I mean with it تمام اكو واحدة شاندتري تسأل مرحبا دكتور نعم ممكن صوتك صار ناصي شوية صوتي صار ناصي شوية حيض ضعف باعتقد مشكلة من النات ماتك صوتي ناصي شباب لو لا تمام دكتور نعم تمام طبيعا صور طبيعا تمام زين الخاصية الأخيرة اللي قلنا عليك كلش مهمة وهاي رح تمشي ويانا كل السنين هاي حتى بصف خامس همين رح يخبصون بيها biocompatibility شنه يعني biocompatibility من اسمها bio يعني biology أو مثل يعني مادة حية compatibility يعني هل ترهم وياها لولا هل رح تكون compatible ويا المادة الحية لولا يعني لما نقول ألف مادة هاي biocompatible بالأورو كابتي يعني هي تقعد أوكي بالأورو كابتي ما راح تسوي لي مشاكل ما راح تسوي لي مثل ما قلنا قبل شوية تشوي reaction أو irritation أو toxicity لا هاي مادة يسموها biocompatible ما أدي مشكلة وياها تعريفها is formally defined as the ability of the material to elicit an appropriate biological response يعني هي قابلية المادة إنه تبدي biological response جيد biological response يعني إنه تخلي الجسم يسوي biological response مع مشكلة صعبة بالعربي إلا إحنا قرأتنا كل إنجليزي فممترجمها أصلا قبل العربي يعني يصير فديعاز جيد من الجسم إنه تستقبلها أوكي شو مثلا هذا هنا crown اللي هو معدني اللي هو قبل شوية لما قلنا إنه هل هي biocompatible أو لا وهل هي راح تسوي irritation أو لا شو نعرف مثلا هسا هذا شو نعرف إنه هذا هل هو biocompatible أو لا أريد واحد يفتح المايك ويقول لي دكتور نعرف أكيد لأن إذا الحشوة مثلا composite أنا أخذها أكثر حشوة بروبرتي ملائمة إنه ما يكون تركيبها ملائمة وينسجت العظم مالسة يعني صر بي compatibility تركيبها البيولوجي ملائمة يعني أي أو لا يعني هسا أريد أن تقول لي على هاي الصورة هاي الصورة السهنة هاي biocompatible أو لا 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 مو بيocompatible لأن معدن معدن مو composite مو بيocompatible إذا مسببت حساسية الثابت إذا مأذته وقعدت عدل تكون biocompatible يعني هنا يعني بختصار بدون infection لا بدون inflammation فرق بين infection وinflammation بدون inflammation يعني بدون ضرر بدون ضرر بدون ضرر شون أعرف هنا كل بساطة أشوف دائر ما دائرها يعني هنا لما نشوفه الجنجفة اللي دائر ما دائرها وردية عادي ما ملتهبة ما صايرة حمراء ما مانفوخة حالة حالة الجنجفة اللي هنا تقريبا لما نشوفه التشو اللي منها نفس الحالة اللسان اللي دايصر in contact اللي دايطخ بالحشوة نفس الحالة همين وردي وطبيعي ما أدي فد مشاكل أكفد نظرة خاطئة إنه خاصة هسا عدنا يعني عدد الجيل الصغار إنه شكو شي ما أدن هو سيء شكو شي إذن مثلا أمل قم هو سيء لا هو ماكو شي سيء وماكو شي جيد بس رح نأخذها بعدين إنه كل شي بي advantage بي disadvantage يقعد مرات بحالات وأكو حالات مايرهم إنه أخلي بيها فس هنا مثلا هذا معدن بس هذا قاعد أوكي بس الجواب الدقيق للسؤال هو إنه هذا بايو كومباتيبول بالأورو كافتي داخل الحالق هو بايو كومباتيبول هذا معدن نفسه إذا أخذه أخليه بغير مكان مثلا أخليه بزرعة اللي راح أدخلها بالعظم ما الفتش هذا عظم ما الفك الأسفل ناس زرعة راح تفشل العظم اللي دائر ما دائرها راح تصر بي مشاكل داشوفون هذا عظم شون هيتش دايصر بمشاكل داي موت هذا العظم وديصر بي مثل ما قلنا إنه وده صر بي مشاكل ليش لأنه بالأورو الكافتي الانفايرمنت شكل يعني أكو سلايفا عادة ما تكون هي متعادلة أو أشبه بالمتعادلة لا حامضية كلش ولا قاعدية كلش نوع الخلايا اللي هي مرتبطة بيها أو إن كونتاكت بيها هي ذني الجنجفا فهي بهاي الحالة هي قاعدة تمام بس مثلا إذا قشطت منها وراحت جوا بالمعدة بالمعدة راح تكون الكونتينت كلش حامضية ممكن إنه لأ لما هاي المادة تروح بالوسطة حامضي ما تكون بايو كومباتيبو تقول تتحلل وتصير فد مادة مثلا توكسيك لما تنزل أكثر بعد بالأمعاء اللي هي راح تكون قاعدية نفس الشي فالبايو كومباتيبو قاعدة بيها هو فد مصطلح يعني هو هنا أوكي قاعد بايو كومباتيبو إذا أخليه بغير مكان بالجسم مثلا قلنا إنه داخله بالعظم ممكن ما يكون بايو كومباتيبو فهاي افتهموها زي فهي فهي قاعدة أهم شي أن لازم تكون كلش واضحاتكم افتهمتوها إنه هاي المادة قاعدة هنا أوكي بغير بارت من البادي راح تسوي لي مشاكل بس هي بهذا البارت من البادي بداخل الحلق هي أوكي واضحة فكرة زين دكتور شلون راح أعرف إنه هو مثلا ما راح يسوي رد فعل سلبي يعني معقول إنه أنا راح أبقى أخلي حشوات وأجرب لو راح يكون عندي علم مسبق مثلا أنا قلت شلون تقرين الديم اللي راح نطيها هاي السنة كل مادة راح نحكي عنها راح نقول وحدة من الفقرات هي بايو كومباتيبوليتي فهذا ليش الديم كلش مهمة إنه لازم أنت تعرف كل مادة هي شنو خصائص هذني وشنون راح تتعامل وياها وهي وين راح تسوي لك مشاكل وين ما راح تسوي لك مشاكل وين راح تقعد زينة هاي كلها طعا عن جداول وكلها حد شي فهناي راح يفرق الطالب القاري اللي إمكانيته علمية زينة عن الطالب اللي بس نجاح يعني يعدو بقراله شوية ونجاح بالمستقبل راح تبين يعني هاي واحدة من شغلاتك كلش مهمة خاصة المحاضرة مالتنا اليوم اللي هي أخذنا بيها 13 13 صفة المحاضرة كانت طويلة شوية أتمنى ما تشانت جافة الأهم شي بهاي المحاضرة إنه هي فهمية يعني أنا بس أريتكم تفتهمون شنو الخواص ذني إنه تستوعبوها ما أريتكم إنه قلك عرف لي كوهيجين وتطيني التعريف المضبوط هذا بوي ثلاثة سطور لا إنه همشي تفتهم كوهيجين نفس المادة جزيئاتها دا تترابط زين قبل لا ننهي المحاضرة وننتقل بفقرة الأسئلة أكو هايا القناة مع الدكتور أباس حويزي اللي سألتوني عليها مع العمي اللي هي بيها هوايا شغلات بيها كافتي برابريشن اللي استفادوا منها بالثالث وبها همين مع النحت فتقدرون إنه تطقون سكرين للصورة وتشوفوها باليوتيوب بها هوايا فيديوهات تفيدكم آه سوري ليش رجعت أوكي تطقوا لها سكرين وهمين قبل لا ننتقل بفقرة الأسئلة أكو شغلة دار داح تشي بيها اللي هي المحاضرات هسان رح ننزل لكم هذا باوربوينت مثل ما سألتكتور علي بشكل بي دي اف على مودة إنه تقروع على مودة إنه تستوعبون نفسكم آه بعدين أنا أفضل إنه نزلكم مادة يعني ملزمة على مودة إنه تقروها هاي ملزمة تكون كلش مشابهة لكلية على مودة إنه لما انتصلوا لكلية تكون حافظين يعني هم فاهمين وهمين حافظين على مودة الامتحانات أنا بصراحة قلبت هواية ملازم هواية كليات شفت إنه ماد جامعة بغداد أكثر واحدة إنكلوسيف دا تنشمل بيها أكثر المادة أكو أغلب الجامعات البقية دا تشيل جزء من الحشي وأكو هواية كليات لا تقريبا نفس جامعة بغداد ضبط يعني بس شايلين اسم ماد دكتور من فوق وحطين اسم ماد دكتورك وغير كليات أصلا حتى اسم الدكتور ماد جامعة بغداد ضال هو نفسه فأني أفضل عن نفسي نوطيكم الـ PDFات ماد جامعة بغداد هاي عمودة تحفظوها وأطيكم الـ PDF هذا أنا مودة إنه تفتهمون أنا مودة إنه تتقلبوا بعدين وأدكم همين التسجيل بقناة اليوتيوب خاف واحد يريد فاتشغله مفتهمها أو يريد إنه يحضرها بعدين فالامتحانات أفضل مثل ما قلت لكم إنه تكون على PDF مع جامعة بغداد فهنا سنفتح نقاش شنو رأيكم أنتو دكتور شغلات PDF كل زي أوكي اللي ما يحب طبعا أنه يقرر محاضرة فمو أجبار أنا هنا لما أشرح لكم هاي المحاضرة أنا ما ماشي بس على جامعة بغداد ماشي على تقريبا ست أو سبع جامعات اللي هي هاي دا أشمل بيها كل شي طبعا أرجع أقول إنه هي فروقات بسيطة بس أكو مثل سلايدين ما ذاكريها بجامعة بغداد ذاكريها بغير جامعة أو مثل هي تشي يعني فمهم أنتو هذا إذا قريتو هذا PDF وركزتو بالمحاضرة كلش كافي أنتو استوعبتم مادة كلها بس لما أنت تريدون أنه تحفظون أنا أفضل أنه تحفظون من جامعة بغداد لأنه هي را تكون إنكلوسيف أكثر دكتور بدون إذا ما حاولت تنشر الفيديو على اليوتيوب بأسرع وقت ممكن يعني يعني ما لا حق تاني على هذه المحاضرة يمكن بس الفقرتين ظل الزوم يطلع ويفرج ويرجع أوكي هو بس تدري يعني شوية إحنا النت مالتنا بأرق تعبان وهسا رأسا راح أسيبها وأبدأ أرفعها على اليوتيوب بس هي همين تطول لأن هسا عصريا النت كلش تعبان فيعني بس كيس سيناريو راح ترفع خلنقول بالعشرة بالليل يجوز ما يخالفة همش ترفع لا لا هو أكيدا راح أرفعها اليوم بس يعني حسب النت ترفع شكرا نعم دكتور ملازل جامعة بغداد وين حتنزل هو بالقروب غير أي بالقروب مالرجسترد وحتى إذا تحبوني مولرجسترد همين أنشر لهم ملازم بس الامتحانات اللي راح تنكم إياها والتصليح وذال النسوال راح تكون بس للرجسترد بس بالنسبة للجامعة المستنصرية يعني ملازم أهمت شابه ويجامعة بغداد كلش مش شابه مثل ما قلنا بالبداية إحنا ده نقرأ على نفس الكتاب بس يبقى الدكتور ممكن أكو معلومات يشوفها مثل مهمة يخليها غير دكتور لا مثل شون هسا أكو واحد سألني على أرقام إنه دني أرقام نحفظها لولا أكو دكتور مثل يحب الأرقام يجيبنا ثمانية تعال كله لازم تدرخل الأرقام على كل شيء يكو ثمنة مثلهم على الأرقام أكو دكتور لا يقول لك أنا ما تهمني أرقام أهمش يحفظ لي مثلا غولد ومثل أنامول هذا هو ما ردك بعد تحفظ لي شيء فأنتو جامعة بغداد يعني شفتها إنكلوسيف لا هي هواية ولا هي شوية أكو جامعات بصراحة لا يعني داخلين ديب يعني منو دا يريدون ديتيلز بس ديتيلز بالحفظ شون مثلا هاي بالأرقام بس هي أهمين اللي حد شيء والمواضيع هو كله نفس الشيء تمام دكتور شكرا دكتور بس دكتور هاي المحاضرة اللي هسه شرحتها هي نفسيتها اللي انتحن بيها كوز حتى نختبر نفسنا لو غيرها آني أفضل حسيتها سهلة يعني بروبرتيز وفرف مواسط و سيمبل أي إذا شفتوا يعني كفهم حسيتها ملائم هي كفهم كلش تمام إنه هسه انتو فتهمتوها الكتيروان فتهمتوه كل الزين وإذا واحد مثلا كانت عدة متمام يقدر إنه يرجع عليها بعدين باليوتيوب وهو يفتهمها كل الزين بس كحفظ كامتحان هنا رح نزيكم تصويت إنه هل إتو تريدون تمتحنون على الملزمة لو تريدون تمتحنون على الفهم هايا هذا الشي إنتو تقرروا أنا عن نفسي بصراحة أنا أفضل إنه تمتحنون بالPDF الملزمة أنا أفضل إنه ملزمة لأن هسه انتو فتهمتوها لما رح تجون تقرون الملزمة رح تصر دبل هم فتهمتوها وهم دني مواد ضبطتوها إنه بديتوا تحفظون شوية وأنتو كيفكم بعض هو على التصويت آه تمام لأكيد يعني خبرتك أفضل ورأيك أفضل آه أشكرتش تستمين شكرا شكرا دكتور عشرة أهلا بي شكرا دكتور زحمة نعم دكتور هو دي أم أنت قلت يعني نحفظ ظل المواد عندها بعدين نعرف المادة شو نستخدمها وشين مضارها هاي يعني بعد منها إحنا سنة ثانية الثالثة والربعة والخامسة ماكو دي أم ماكو بروستاتيك شو نحن نذكرها منها نحن بثلث سنين أربعة سنين أو حتمال خمس سنين يعني هي هاي فعلا مشكلة هاي فعلا مشكلة لأنه بدي أم مصف ثاني لدي يطون مواد كل شهوية شكوا مادة تممكن أنه تأخذها بعدين أو تستعملها وحتى لو ما تستعملها أكو مواد أساسا أنا ما شايفها وأنا يداوم بعيادة وأنا يداوم بالكلية ما حد يستعملها بالعراق كله هم يطونها ذني مواد وهم تعالوا أحفظ فذني ينخبطا ويا المواد المهمة فبالأخير لما واحد مثلا يداوم صف رابع ويبدي يشتغل يبدي ما يتذكر أنه أنا قاري 20 مادة هي بس خمسة دني مهمات أنا راح أستعملها و 15 واحدة ما راح أستعملها وواحد يروح كلها ينساها فهنا أنا راح أبدأ أشرلكم الشغلات المهمة اللي أنتوا راح تستفادون منها بعدين هاي علمون تركزون بها حتى ممكن أنهم مواد تضموها يمكم يعني هاي PDFات ما التلخيص أو هاي تضموها يمكم علمون أنه بعدين تقروها مثلا تراجعوها قبل الرابع تراجعوها قبل الثالث و هكذا لا دكتوري قصدي يعني قصدي البروستاتيك يعني أهم بالطب الأسلام من الديأم إنه هو لذاك اللي شون موضع موسع أكثر أو الحشوات أو ويتش يعني أكثر من الديأم الديأم هو بس ماذا يقول لك إنتي شون راح تتعاملينه يا بيشنت يحكيرك على المواد وشلون تتعاملين وياها البروستاتيك هو هو الطخومة الطخومة إيه طبعا يعني طخومة راح نأخذها ثاني وثالث ورابع خمس أربع سنين ممكن يعني بصراحة مدى شون سؤالت يعني هي هاي مادة شكل وديشها مادة شكل فأنا ما قدر إنها قارن بينها ثانيات المهمات بس الديأم يعني جانبها النظري هواي أكبر مو مثل بروستاتيك بروستاتيك لا بيها جانب عملي أكبر لا دكتور شنو قصدي يعني قصدي اللي راح نستخدمه أكثر اللي راح يفيدنا أكثر بالسنين القادمة فهو بروستاتيك يعني هو البيت الأكثر يعني مو مثل الديأم يعني مادة دو سنة سنتين نسان آهلا هوا مستمروا يعني مو مثل بروستاتيك يعني ظل هو المادة الأهم والمادة الأكثر راح نستخدمها هيش قصدي أوكي هاي خلنا تناقش ميها بعدين بالقروب هاي دكتور بس أكبر سؤال بلازح معلك قلت بس راح نأخذها بس بالثاني الديأم فقلت لحد الرابع إلى أن نبدأ نشتغل على هذه النواة زين أنت همين تطردت تراجعها مثلا بالثالثة أو قبل أن تدخل الرابع أو الخامس أنا بصراحة إي بس مراجعت كل شي تنت سيلكتف بالمراجعة يعني مثلا قدنا أربع الكترات اللي هي مع الإمبرشن ماتيريالز راجعتها أكو مع الكومبزيت مع الأملقام داني كل شماء مات داني واحد لازم تكون يعني لازم تكون دائمًا أبديتد بيه لأنه مثلا إذن تتشتغل حشوات يأتي السينيار ماتك يأتي أمتحان شافهي يسئلك مثلا يقول لك الكومبزيت من شنو متكونة فأنت لازم تكون متذكرها إنه متكونة من كده وكده وكده زين النسب مالتها شغال تقريبًا تلازم تعرفها إنه إنه إذا يحبون إنه واحد يكون فاهم إنه إليس بس تحفر وتخلي ماده لا يسئلك إنه هاي شنية هاي ليش ده تخليها فإن شالله كلش مهمة وتميزك بعدين قدام السينيارماتك بالعيادات شكرا دكتور نعم المادة اللي آخر خاصية اللي أخذناها البيو بايو كومبتابلتي هذه المادة اللي أخذناها انت خلت إذا نخليها مثلا بارت بجزء مثلا نخليها بمكان السن إذا كانت لون الجم طبيعية فرح تكون هاي عادية رح تكون هنا رح تكون مفيدة بينما إذا نخليها بغير جزء بغير بارت مثل الجذر رح ممكن تكون يعني أشن السبب ليش هنا مثلا إذا خليناها بغير جزء رح تكون ما مفيدة هاي طبعا أنت أخير سؤال رح أجاوب علي لأنه هسا كلش تأخرنا هاي شرحناها قلنا إنه في بعض المثال هنا قلنا بالأورو كافيتي هي بايو كومبتابل لأنه هي قاعدة أوكي بالإنفايرمنت مع أورو كافيتي إنه هي أوكي ويا السلايفة موسامة يعني اللعاب ويا الجنجفة موسامة فهي بايو كومبتابل بس لما نخليها بداخل العظم هنا رح تغير بيئة فممكن إنه لا رح تكون فاشلة هنا بداخل العظم لأنه هي ممت أقلمة ويا خلايا العظم أو ويا الأوعية الدموية اللي بداخل العظم فرح تسوي لي مشاكل فرجعنا قلنا إنه هي في مصطلح relative يعني نسبي إنه هنا أوكي هنا لا مو أوكي وهمين قلنا إنه لا تكون بايو كومبتابل في كل جهة الدموية هي بايو كومبتابل بمكان معين أوكي غير مكان ممكن لا ما تكون بايو كومبتابل تمام دكتور شكرا عفو دكتور لونك دكتور تمام بس لأنه سأل 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 لدكتور علي إذا تحب إنه تسألني بداخل القناة بالقناة بالتليجرام وأجاوبك قدام الكل عن ما دنا خالف أكون أحد عنده نفس سؤالك حتى إنه الكل يحصل المعلومة بسيت كاميرا يا كاميرا آه أوكي تمام أوكي شكرا جزيلا طلاب وأنا موجود بالقناة ما رجسترد أي سؤال يكون عندكم دزولي يا وأجاب رأسا وأفضل إنه تسيلوني على القناة لأنه أكيد 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 من طالب عنده نفس السؤال فأنا مدرسا تكون قدام الكل شكرا جزيلا العفو دكتور أنا بس وعد نعم دكتور نعم دكتور أنا بعد ما مسجل بالرجستر بس عندي سؤال خارج المحاضرة نعم بالنسبة لزين كاش يعني أكتب الملاحظات بيها لو أرجع النوبهم أجز اسمي لدكتور محمد الخاص مشكل تكتب ملاحظات ما تك أفضل أكوناس ما أعرفون شونا كتبوا الملاحظات يعني هو نفسها بالمحل فتبس طق سكرين للتحويل ودزة دكتور محمد تبدو أصدر القرية شون أول شي صور وبعدين الكناب هاي نجاوبها بالجروب لأنه نسا كلش تأخرت فما ما أقدر أنه جاوبك اسألني هاي بالجروب أنا مود أنه دزك فويس شكرا جزيلا طلاب وشكرا لاستماعكم إن شاء الله تكونوا مفتهمتوا ومع السلامة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة